أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بي معالجة المياه وتريتمينت وفي هذه الوحدة الخامسة نواصل شرح المحتوى الذي يخص معالجة المياه واليوم في هذا المقطع نصل لخلاصة الوحدة الخامسة اللي هي تخص معالجة المياه ولقد تم التعرف على الآتي تنقسم معالجة مياه الصرف الصحي إلى أربع مراحل الأساسية أهمها البيولوجية والكيميائية فوجدنا هناك أربع مراحل نمر واحد المرحلة التمهيدية مرحلة التمهيدية واثنين أولية ثلاثة ثانوية وأربعة ثلاثية أو أحيانا نسمى المرحلة المتقدمة ويمكن أحيانا نقول خمسة مراحل هناك مرحلة النقل النقل للمياه الصرف الصحي من مناطق أنتاج إلى محطة محطة معالجة مياه الصرف الصحي فهنا ركزنا على البيولوجية هي تتضمن في أحد المراحل هنا البيولوجية أن المعالجة البيولوجية إضافة بكتيريا للتخلص من بعض المواد العضوية والكيميا المعالجة الكيميائية هي إضافة مواد كيميائية لتخسير بعض المواد الموجودة في المياه الصرف الصحي تنقسم معالجة مياه البحر إلى أربعة أيضا إلى أربعة مراحل أهم الفيزياء الكيميائية والطريقة المستخدمة من معالجة مياه البحر أكثر طريقة معالجة انتشارا على مستوى العالم هي التبخير الوميضي وقلنا هناك في طرق لمعالجة مياه البحر التي تسمى Multi-Stage Flash وطريقة Reverse Smoothies وطريقة Dialysis أو طريقة Dialysis Electro-Dialysis ED والثاني طريقة Ion Exchange التبادل آيوني وخمسة طريقة Multi-Effect التأثير المتعدد والطريقة الأخيرة السابس هو الضغط البخاري BC Paper Compressor إذن هذه هي الطرق التي جيتها في المراحل بتاعة المعالجة إذن قبل ما نصل لطريقة المعالجة هناك المراحل يكون في مرحلة فيزائية للتخلص من مواد عالقة ومرحلة كيميائية لمعادلة الحموضة ولمعادلة حموضة الماء والتعقيم إذن هنا مراحل معالجة مياه البحر أربعة من ضمنها تكون هناك طريقة والطريقة يمكن أن تكون واحدة من هذه الطرق الستة لمعالجة مياه البحر تنقسم معالجة مياه الشرب إلى ستة ستة مراحل هناك حوالي ستة مراحل في معالجة مياه الشرب هناك ستة مراحل التي هي غربلة وجدناها وذكرناها من قبل في أهداف هذه الوحدة نبدأ بالغربلة الغربلة وهناك التندف والتصفيق اللي هو بعد ما نعمل ترسيب أو تفاعل كيميائي يكون هناك مواد عالقة وهناك ترشيح وتعقيم تعقيم ثم ترشيح ثم تعقيم ونلاحظ أن الترشيح في المرحلة الأولى بالرمل والترشيح في المرحلة المرة الخامسة هو بالفحم النشط وهنا التعقيم بالعزون والتعقيم الأخير هنا بالكلور وهمة طبعا وهمة تعقيم وإزالة الروايح وهناك طرق أيضا طرق يعني لازم نفرق ما بين مراحل وطرق ففي طرق معالجة مياه الشرب وهي حوالي سبع طرق واحد تهوية تهوية اثنين إزالة المواد العالغة ثلاثة إزالة عسر الماء أربعة إزالة المواد غير العضوية وخمسة إزالة المواد العضوية إزالة المواد العضوية وستة هناك لازم أن يكون في طعم مقبول طعم مقبول بالنسبة لماء الشرب يكون طعم مقبول بالنسبة لماء الشرب وأيضا في الطريقة السابعة إزالة البكتيريا والفيروسات والفيروسات التعقيم التعقيم فهنا إزالة المواد العالغة هذه إزالة وهذه أيضا إزالة عسر الماء وهذه إزالة المواد العضوية وهذه إزالة العضوية والطعم مقبول ويمكن يقع في نطاق الإزالة بالنسبة للروائح أو المواد لسبب طعم غير مستساق إذن تم تعرف على معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الباحر ومياه الشرب ووجدنا لكل منهما مراحل وطرق وعرفنا كل من مراحل وطرق هذه المياه التي تطمن معالجة مياه الشرب أو البحر أو الصرف الصحي وبهذا نصل إلى نهاية هذه الوحدة ترجمة نانسي قنقر